اشتركوا في القناة الحمد لله الذي أنزل على عبره الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليوذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا ويوذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له بي من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاك وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتة إلى الكاف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أعصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نجعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتروا على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يطلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيبة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب لأقرب من هذا رشداك ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلؤمن ومن شاء فلنكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أملا أولئك لهم جنات عجل تجري من تعتهم الأنهار وحلون فيها من أسامر من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سودس واستبرق متكين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتان آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له تمر فقال لصاحبه وهو يحابره وهو يحابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت بهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئذ دت إلى ربي لأجدا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصر له من دون الله وما كان متصرا كنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واطرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والمنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فضنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جللا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل لرحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أوذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم مقرى وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب من لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتاه آتنا وداءنا لقل لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أنفره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عيو شيء حتى أحجت لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لستطوع ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجلا فيها جدارا يريد يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتقلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبر لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان الغلامين وكان يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وإستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بل ومغرب الشمس وجلها تغرب في عين حميئة ووجل عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل الصالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتمع سببا حتى إذا بل ومغرب الشمس وجلها تغرب في عين حميئة حتى إذا بل ومطرع الشمس وجلها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بل ومين السدين وجل من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصلفين قال منفقوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلوا نكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفقوا في الصور فجمعناهم جمعا وعرطنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدالا لكلمات ربي فنفل البحر قبل أن تنفل كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلى الله العظيم